سؤال الأخير أنت تكلمت عن وعد الحياة في بداية الحلقة ولكن عاوز أسألك عن الحياة الأبدية ننالها الآن أم هي مجرد رجاء للمستقبل سماها طبعا نكون واضحين سماها أو دعاها بولوس الرسول رجاء الحياة صحيح يعني في حاجة اسمها وعد الحياة وفي حاجة اسمها رجاء الحياة وأنا عايز أحطه داما حباء المشاهدين قاعدة عشان يفهموا النص لازم يقروه في ضوء القرينة يعني الرسالة أو الأصحاح ما ياخدش الآية وطير بيها الحياة الأبدية ذكرنا في البداية أنها جاية في العهد القديم مرتين وفي الأناجيل الإزائية متى مرقص دوقا بمعنى واحد صنف أو طبيعة الحياة تحت حكم المسيح لكن في كتابات يوحنى الإنجيل مع الرسائل يتكلم عنها كصنف حياة نناله هنا بالإيمان فأبدأ الآن أنال حياة الأبدية أما بوليس يتكلم عن الحياة الأبدية كرجاء سندخله ونتمتع به ومش بيتكلم عن أن إحنا لسه ما أخذناش الحياة ولما نروح عند الرب هنأخذ الحياة لكن عايز أقول إحنا أخذنا الحياة الأبدية بالإيمان لكن لسه فينا الجسد لسه بنتحارب من الشيطان لسه في العالم سنصل إلى مل التمتع بالحياة الأبدية في المستقبل عندما تتغير أجسادنا وعندما نغادر العالم وعندما نرى الرب ونكون في حاضرة الرب سندخل إلى ملء الحياة عشان كده يحنى يتكلم عن الحياة كعطية حاضرة لأن دي عطية قانونية لناها بالإيمان لكن بوليس يتكلم عنها كرجاء مستقبلي هو يتكلم عن فيض الحياة الذي سندخله في شاهد أحب أقرى شاهد بيقول مثلا في تيتوس واحد بوليس عبد الله ورسول يسوع المسيح لأجل إيمان مختاري الله ومعرفة الحق الذي هو حسب الطقوة على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزع عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية فلم يقول على رجاء الحياة الأبدية أي أننا قريبا نترجى أننا سندخل إلى ملء الحياة الأبدية بعدما نغادر بس إحنا أخذنا الحياة هنا زي ما قال يوحنى سنتمتع بها كاملة زي ما قال بوليس آمين طبعا إذا ممكن ولو في دقيقة عاوز نختم أو تختم على هذه الرسالة عاوز توصل إيه من خلال كل الموضوع عايز أقول أن ثقافة الموت هي ثقافة العدو الشيطان قد تالا للناس منذ البدء أدخل الشيطان الخطية إلى العالم عن طريق آدم وجابت معها الموت فعندما ترى قتل وسفك دماء واغتصاب وحرق هذه ثقافة الموت وهم أدباع الشيطان في أي مكان في أي زمان في أي جماعة لكن المسيح جاء بالحياة والحياة هي شخص المسيح المسيحية ليست هي الحياة المسيح هو الحياة أن تقبل المسيح شخصيا هذه هي الحياة الأبدية والمسيح يدعوك أن تقبله مش مطلوب منك تعمل أعمال لكي ما تحيا لكن تقبل المسيح الذي أتم العمل على الصليب فتحصل على الحياة الأبدية قدامك طريقين إذا اخترت المسيح أنت تختار الحياة الأبدية إذا رفضت المسيح أنت تعطي ظهرك للحياة وتختار الموت فاختر الحياة لكي تحيا ترجمة نانسي قنقر